خلق خلق الأخلاق جمع خلق يعني الأخلاق مجموعة من الخلق الخلق دي في منها إيه؟ صفات طباع عادات أفكار ميول جواك الأخلاق في اللغة جمع يعني بتجمع لك مجموعة أخلاق كتير جداً بتشكل شخصيتك وسلوكياتك سواء كانت الأخلاقيات دي جيدة أو غير جيدة يعني في واحد تقول ده أخلاقه حلوة وفي واحد تقول ده أخلاقه وحشة والتنين بيتقال عليهم إيه؟ أخلاق لأن الأخلاق خلق جمع خلق الأخلاق بعضها فطري يعني بنتولد ببعض الأخلاقيات اللي هي بتشكل طبعنا وبعضها مكتسب بكتسبوا من البيئة اللي حوالي طب هل ينفع أغير الفطري ده؟ آه ينفع عمال إحنا بنتعلم ليه؟ إحنا بنتعلم عشان نغير بعض الطباع اللي فينا اللي مش بتنجحنا في الحياة اللي بتأزينا في الحياة وتشكل طباع سيئة أو خلق سيئ يبقى سهل أتعلم وتغير مسألة بسيطة جدا إن أنا أقدر أغير طباعي وعداتي وأكتسب طباع جديدة وعدات جديدة علشان كده إحنا ما بنقول مادة الأخلاقيات عشان إحنا عايزين نخلي وسائل الإعلام تتحلى بممارسة أخلاقية للمهنة بكل وسائل الإعلام التربية والتعليم بيأثروا في تطوير الإنسان وبيخلوا الإنسان يكتسب عدات جديدة وأخلاقيات أفضل علشان كده ميزة إن الأخلاقيات تتحط في المناهج الدراسية لما أخلاقيات وسائل الإعلام تتحط في الدراسات الإعلامية فكل الحركة الإعلامية بتستفيد المحتوى الإعلامي بيستفيد وينضج الإعلاميين نفسهم بيستفيدوا وينضجوا الأخلاق حاجتين أخلاق حسية الأخلاق جمال والجمال حسي أو معنوي الجمال الحسي شكلك جاهك منصبك فلوسك دي كلها حاجات الناس كلها لمساها وفيه معنوي سلوكك زكائك علمك أدبك أنا محتاج إيه محتاج لتنين وأنا في الإعلام محتاج محتاج الجمالين دول الأخلاقيات المهنية يعني حطيت لكل مهنة مجموعة أخلاقيات مجموعة قيم ومعايير أفراد المهنة دي بيعتمدوا ويقروا القيم والمعايير للتمييز بين الجيد والسيء الصواب والخطأ المقبول في المهنة وغير المقبول في المهنة عشان كده بنقول فيه سلوك مهني وبنقول فيه مدونة السلوك المهني وبنقول فيه الكود الأخلاقي للمهنة دي كلها معناها إيه؟ معناها مجموعة معايير بتفرضها المهنة لممارسات أخلاقية لأهل المهنة دي عشان كده نلاقي مواسيق شرف للمهنة ونلاقي مدونات السلوك ونلاقي الأكواد كل دي بترسي وتؤكد القيم والمعايير والمبادئ والممارسة المهنية الجيدة لأهل المهنة دي إيه فوايد المواثيق الأخلاقية؟ المفروض إن الميثاق الأخلاقي ده ما ظهرش عشان يقيد أو يدايق أهل المهنة بالعكس ده أهم حاجة فيه إنه يوفر لك مزايا لممارسة أفضل للمهنة وبيوضح نطج المهنة كل المهن الراسخة عندها مواثيق أخلاقية وعندها أكواد أخلاقية ومدونات سلوك المواثيق توفر ذاتية للمهنة صفات ذاتية ومعايير ذاتية للمهنة وتتيح لأفراد المهنة إنه هم يعرفوا نفسهم ويعرفوا هم مفروض يعملوا إيه عشان يبقوا مهنيين جيدين المواثيق كمان بتساهم في تشكيل صورة واضحة عن ممارس المهنة وتشكيل رأي عام تجاه ممارس المهنة وتجاه ممارساتهم المهنية ما يقولكش يا عم ده بتاع إعلام ده ما بيقولش حاجة صح ده بتاع كذا ده تاخد منه كلامه بس يبقى أنا هنا إيه بشتغل من غير معايير من غير موافيق من غير أدوات تتيح ليا صورة ذهنية جيدة عند الناس كل ما الميثاق الشرف ومدونات السلوك وأكواد أخلاق المهنة كل ما رسخت كل ما بقت صورة المهنة أفضل كتير جدا عند أهلها وعند الرأي العام كمان الموافيق والأكواد الأخلاقية بتساعد على تحسين مستوى الأداء المهني وبتخليك منتمي لمهنتك أكتر مهنتك ليها ميثاق شرف ولما بتروح مؤسسة إعلامية بتوقع على مدونات السلوك اللي جوها المؤسسة دي أو الكود الأخلاقي للمؤسسة دي أنت بتحس إنك مبسوط إن مهنتك ليها وزن لما بتروح تقسم قسم المهنة لكل مهنة قسم وإنت بتقسم القسم بتاع المهنة بتاعتك بتبقى حاسس بإنك مسؤول المسؤولية بتفرد عليك احترام لقواعد ومعايير المهنة المواثيق الإعلامية دي ليها موضوعات كتير بتتكلم فيها بتتكلم عن مسؤوليات وسائل الإعلام تجاه المجتمع بتتكلم عن حرية الرأي والتعبير في كل وسائل الإعلام المكتوبة المسموعة المرئية المواثيق بتتكلم عن الحفاظ على ترابط المجتمع وعن حق الجمهور في المعرفة والحصول على المعلومات وعن الوسيلة نفسها مش إحنا بنقول أخلاقيات الوسيلة الوسيلة نفسها بتفرض شروط يعني لازم الوسيلة تحصل على معلومة عن طريق مندبيها ومحرريها وإعلاميها تحصل على معلومات بقى إذن بفرض على الجهات والمؤسسات إنهم يدوا للوسيلة حق الحصول على المعلومات والوسيلة نفسها ليها واجب وقواعد ومعايير عشان تعمل تغطية للأحداث وتراعي الجودة النوعية للمعلومات المقدمة للجمهور الموضوعية وعدم التحيز العدالة في التغطية الإعلامية التوازن في التغطية الإعلامية الأمانة المصداقية عدم إساءة للآخرين أو لتقديم صور ومعلومات عن آخرين أو لدعم صور نمطية عن مجتمعات أو أقليات أنت بتحترم مجتمعك كله بتضمن عدم الخداع في أسليب عرض المعلومات واستخدام العنوين والصور بتضمن الدقة والتصحيح لحظة واحد بتضمن الدقة والتصحيح وبتلتزم الوسيلة بتصحيح المعلومات الخاطئة لو أنت قدمت معلومة خاطئة يبقى أنت بتلتزم بتصحيحها مثاق الشرف ومعايير المهنة بتقولك كده أسأت الحد ثم اكتشفت الإساءة بتصحح لأن التصحيح التزام من الوسيلة تجاه الجمهور وتجاه المصدر نفسه كمان المثاق والأكواد الأخلاقية ومدونات السلوك بتقولك إن فيه فصل بين عرضك للخبر الخبر جاي من مصدره رأيك بتعرف إن ده رأي أو مقر رأي أو ده رأي تلقيته من مستمع أو من مشاهد أو من قارئ وبتعرض الفرق بين خبر رأي معلومة كل حاجة ليها شكل في العرض وبتديها للجمهور بتوصفها الصحيح ما ينفعش تدي رأي على إنه خبر ما ينفعش تدي رأي على إنه معلومة لازم تفرق بين الخبر والرأي والمعلومة كمان الموافيق تحقق العدل في التعليق على الأحداث وتحترم حقوق كل الأطراف في التعبير عن الأراء الموافيق بتحترم حق النقد والعرض المتوازن لأراء الأطراف المختلف بتواجه التصوير النمطي لأي اتجاه فكري أو سياسي أو جماعة عرقية أو دينية بتدافع عن مصالح المجتمع ما تأثرش على سلطة القضاء لا تحاكم أحد بواسطة الرأي العام إلا في الاختراق القيمي للقيم الحاكمة الأساسية في مجتمعك لأن هنا بيبقى الرأي العام بيفرد نفسه فأنت بتتناول أحداث تخص وتهم كل الناس لكن ما بتتجاوزش وما بتعرضش أحكام من نفسك أنت بتسيب القضاء يحكم كمان لما يصدر حكم براءة بتنشره ما تعدش تكتب وتتكلم وتزيع وبعد كده يجي الحكم يصدر بالبراءة أنت تقول لا لحسن أفقد جمهوري لا ما ينفعش ده أنت لو ما أعلنتش تفقد جمهورك هنا بتحافظ على مصداقية الوسيلة ومصداقيتك أنت كمان كإعلام لا تمجد الجريمة ولا تدعو إليها ولا تشجع على العنف ولا على اختراق القيم المجتمعية لازم تحترم القيم العامة للمجتمع ولازم تنشر ما يشكل دعم لقيم المجتمع ولا تنشر ما يؤذي قيم المجتمع أو الزوء العام لحد كده